بعد أيام من المواجهات العنيفة بين القوات الموالية للحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية تدخل معركة الحديدة دائرة الغموض مجددا في ظل أنباء تتحدث عن تلقي القوات الحكومية أوامر بوقف إطلاق النار ووسط أنباء عن تأييد إماراتي لجولة مشاورات جديدة تستضيفها السويد أسفرت معارك الأيام الماضية عن تقدم مهم للقوات الموالية للحكومة في أحياء مختلفة من مدينة الحديدة وتراجع لقوات الحوثيين تحت وطأة القوات النارية للجيش والارتفاع الكبير في عدد قتل الميليشيا نتيجة المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة الدافع المعلن حتى الآن لوقف العمليات الهجومية من جانب القوات الحكومية مؤقتا هو لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح إلى خارج المدينة بالتزامن مع زيارة قام بها وفد أممي للمدينة استمرت عدة ساعات لكن المراقبين استنتجوا من تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر فيها عن ترحيب بلاده بمحادثات تقودها الأمم المتحدة في السويد في أقرب وقت ممكن بأنها تأتي في سياق توجه سياسي من التحالف لتكريس الهدوء الحذر في الحديدة وفيما اعتبره مراقبون تبديدا للغموض الذي يكتنف مصير معركة الحديدة شدد مسؤول عسكري في القوات الحكومية على أن الهجوم على المدينة لن يتوقف تماما إلا بتحرير الحديدة والسحر الغربي بالكامل وتوعد المسؤول ذاته بمفاجآت عسكرية سيشهدها الجميع خلال الأيام المقبلة يأتي ذلك فيما كشف موظفون في ميناء الحديدة لوكالة فرنس بريس أن ميليشي الحوثي الانقلابية تواصل زرع الألغام قرب مدخلين للميناء الواقعي في شمر المدينة في محاذاة سياج نحوط بالميناء في وقت لم يتبقى معه سوى بوابة دخول وحيدة وهي الرئيسية المؤدية إلى شارع الميناء عند الخط الساحل الرئيس والتي تدخل منها الشاحنات ومنذ بدء المعارك في مدينة الحديدة تعرض خلال اليومين الماضين مبنى صغير عند أحد مداخل الميناء للقصف فيما يؤكد مسؤولون أن الأمور تسير بشكل طبيعي في الميناء رغم هذه الضربة إنسانيا تتزايد معاناة السكان المدنيين المتبقين في مدينة الحديدة مع تواصل المعارك في أحيائها مضاف إليها العزلة التي فرضتها الميليشي عليهم إثر إقدامها على قطع خطوط الهاتف الأرضية وشبكات الهاتف النقال والإنترنت عن هؤلاء السكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر